يبقى عرفنا ان في الوان سايكل ايكوال زيرو. طبعا برضو نثبتها بالتفصيل. الفاي في الحالة الاولى طبعا هكتب في تو ماينس في وان على الطايم. كل ونحسب. طيب الفاي في الحالة الاولى وانا في الوضع الاوليني ده وانا هنا كده. الفاي ماكس ولا زيرو ماكس يبقى بيه اريا. بيه في ايه? طيب. والوضع التاني. هنا تحت. ما انا لفت تلتمية وستين درجة فانا رجعت الوضع اللي انا كنت فيه الاول. فانا برضو لسه بيه ايه? ماكس. طبعا بي ايه ماينس بي ايه? بكام? بزيرو. يبقى بزيرو. يبقى احنا كده مع بعض اثبتنا في الفيديو اللي فات بارت وان. الكوارتر سايكل والوان سايكل. بالاتبار النظام الام ايه salvation.ic с سواء في كل مرة كل بنعمل خطوات معينة. الخطوات دي انا جمعتها في القانون ده او اختصرت الخطوات في خطوة واحدة عشان طرف تحسب على طول لأي يعني اي يعني اي يعني اي رقم تتخافي تمام فعندي هنا شكلين زي ما اتفقنا لو حبدأ من انا هشتغل بايه هشتغل بايه لو حبدأ من انا هبدأ بايه هشتغل بالصين طب القانون ده عبارة عن ايه بيقولك لو هتحسب ايه ايه دي فكر موضوع اللي كنا معناه في نفس القصة برضو رقم هيديه لك يقولك مسلا هسيب لي عايز بتاع يبقى الان بسيفن يبقى الان بسيفن طيب وارجع عوض في القانون هكتب هنا الان اللي هي سيفن نعب اف دي سبتة لو انت اخذ بالك في الخطوات في الربع لفة ونص لفة واللفة كاملة كل مرة كان بيزعر او في الربع لفة ونص لفة تحديدا كان كل مرة وهصل لنا نب اف دي او كنا بنشيل ونكتب كزا من البريوديك ونعوض طلع فكل مرة هنكتب نب اف طيب في كام بقى في كوزاين تلتمية وستين على ان يعني تلتمية وستين على سبعة دي لوحدها كده في عشان انتوا بتكتبوها غلطة يعني هنكتب لي كوزاين تلتمية وستين على سبعة لوحدها في مينوس كوزاين زير لوحدها برضو اللي هنطلع معاك ودي اكتبها على الكالكوليتر وتشوف كام وهنشوف برضو امسلة ولو هبدأ من فانا هشتغل بالساين نفس الكلام ساين تلتمية ستين على ان مينوس ساين زيرو تاني ده مش قانون في كتاب المدرسة ده مش القانون في الكتب الخارجية ده مجرد انا جمعت الخطوات في خطوة واحدة مش اكتر يعني اختصرت الخطوات على سيتك علشان تعرف تحل على طول اه بالقنون ده فانت لازم تحفظه وده انت راكست فيه هو مش مش يعني مش صعب وفي نفس الوقت هو مش غريب لان هو جاي من الخطوات اللي احنا عاناها اصلا من شوية او اللي فات في الرابع لفة ونصف لفة تعالى ناخد مثال لو انا عايز الانديوس دي مف لما الكويل يبدأ من كلمة هيبدأ من عرفتني مي عشتغل بالكوزاين مش مش فاكرة فكرك لو انت هتبدأ من يبقى الكويل عامل كده تخيل معلش معي ان ده الكويل اوكي ده الكويل مربع او مستطيل وده المجنيد الكفيل ده البي لازم يعني عامل كده او هو هيبدأ من نورمال طب هنا كده الفايب كام الفايب كانت بي في اريا ادي البي اهي موجودة فين الاريا اللي هو ايه المساحة دي كله فانا كده عندي اريا فده كان وضع الماكسيمم فلو هترسم الجراف هتبدأ من فوق من حتة هنا كده وتبدأ ايه تتغير فده شكل كوزاين كيرف فهنا اشتغل بالكوزاين طيب انا طيب اه ليه كام يا سيدي قال لي للونوفر الفايف للونوفر الفايف يبقى الان بفايف فانا هنا كده تبتلقي القانون خلاص وعودتلك تعويض مباشر الان تبقى فايف نبقى تنزل زي ما هي يبقى فايف نبقى اف بعد كده هشتغل بالسانة والكوزاين يبقى كوزاين تلتمية وخمسين على ان يعني تلتمية وستين على خمسة لوحدها في براكت مينس كوزاين زيرو لوحدها في براكت يبقى كوزاين تلتمية وستين على خمسة مينوس دي هيطلع معك وان انا هكلكليتور كده عشان لو انت مش هارف ان عملت ايه هكتب كوزاين تلتمية وستين على خمسة هكلكليتور ايه هكتب معي كده تلتمية وستين على خمسة كوزاين تلتمية وستين على خمسة هيطلع معك رقم كده Oh point thirty ah nine zero وغزا شوية أرقام طيب الكلام ده هامله minus kuziino اللي هي minus one يعني يبقى هعمل الانسر minus one طلاع لي حضربه في الخمسةangled بر يبقى multiply five طالع معي سري بوينت فور فايف. آآ ونبقف طبعا تنزل زي معي. طب يا مستر انت النيجاتف وديته في انا ما كتبتهش. انت عايز تكتبه اكتبه. يعني انت لو عايز ترجع هنا. تحط لي في القانون. ما فيش اي مشكلة برضو. آآ مش هيأثر معك في حاجة. يعني ممكن اكتب هنا ايه. سواء هنا. او هنا. تمام? عادي. وممكن برضو تحكس اللي جوة. يعني انت ممكن مسلا بتكتبها ده. تبدلهم. ومتكتبش برضو ايه? في الاول في الاخر هي هي موضوع اه موضوع يعني بدلا ما الانصر هيطلع معك مسلا. خمسة هيطلع معك نيجة في خمسة. بقى شير انت النجاتف ده مش مشكلة. طيب لو انا اه اشتغلت بالساين بيقولي هنا مع الاشتغالة مبعاية هو هنا قصده يقول لك لو هبدأ من يعني الهدأ هنا كده الكل بقى با ايبقاش عامل كده? لأ هيبقى عامل كده. فهده هوضع الزيرو. فزيرو اللي هابدأ بالزيرو. فهتلاقي ايه? ساين كرف. حابدأ من حتة هنا كده يبقى تس� ايه? بقى ده ساين كرف. للواحد عالتمانية. نفس الكلام حكتب تمانية ناب اف. اهي تمانية ناب اف. ساين تلتين مية ستين عالتمانية. مينيس ساين زيرو. ساين زيرو ونشوف الان صارت لك ايه ما يطلع معيك فور روت تو فيني مستر النيجاتف انا يسيد مش كتبه معيتي مش عارف حاجة يعرفنا وعرفنا خلاصة وتكلمنا في الفيديو اللي فات ليه الافرج نص لفة ايكوى الافرج ربع لفة قلنا عشان الدلتا وفاية الدلتا دي اللي هو الريتو في ده بيكون بيكون سابت ما بيضغيرش ليه عشان لما بعمل في في بعمل او لما بعمل في في بعمل في في الاتنين بيكنسروا بعض طيب الافرج اللفة كاملة زيرو ليه بنلاقي ان الالتريستي اللي جاي من الاندوزد كارنت هي الالترنيتين كده فالنص الاولاني بيلغي النص التاني بيكونوا ايكوى وبيلغوا بعض بيكونوا ايكوى وابوسيت فبيلغوا بعض هنا مثلا بيكون بيكون بوسطف تو هنا نكتف تو فولت مثلا فايه فبييكانسل اتش اثر تعالا نشوف اسئلة على قانون فردي بشكل عام اه سلينويد اوف نامبر اوف ترنز ده الان كده معي الكروس سكشن الارية تو سنتيميتر يبقى تو تايم تين باور نيجاتف فور ميتر سكوير بليزد نورمل الكويل محطوط نورمل ده وضع الماكس ما مخلاص يبقى مش هكتب السيتا مش هكتب بقى كوزين زيرو ولا هكتب ساين ناينتي بوان وكوزين زيرو بوان فمش هكتبه ده وضع الماكس لالفاي فمش هكتبه وعادي البي او بوينت سيكس بيولي فاينز افرج جنويد مف او هات الامف لما الفلوكس دانستي انكريز تو او بوينت ايت انتايم اتنين ميلي ساكند قلنا الافرج جنويد مف او هيبقى في اندوكشن لما اعمل تغير في البي او تغير في الاريا او تغير في الايه في السيتا فهنا لاتغير البي فهكتب بقى القانون عادي جدا طب سؤال هو ايه اللي اتغير عندي هنا السيتا اقولنا ان هو كده كده نورمل فوضع الماكس مش هكتبه الاريا اتغيرت لأ اكتبها لي برا اكتبها لي هنا كده يبقى مين بقى لاتغير البي كانت ب او بوينت سيكس وزادت ل او بوينت ايت يبقى فاي تو مينس فاي ون على الطايم زي ما كتبه عندك هنا كده خدت الاريا برا وجبت التغير في البي على الطايم ونحسب فيني يا مستر السيتا او انت مش فوق قلتلي ان كوزاين سيتا اه بتكتب برضو فبداية الحصة الفيديو اللي فات اهو كنت قيل لك هنا ايه ان لو هي برا اطلعها لو لو البيت غيرت اطلع الاريا والسيتا برا طب ما هو بيقولك ان الكون نورمل كوزاين زيرو بوين او سين ناينتي بوين ففي النهاية ده هيتشال هيبقى بوين فانا مش كتبه يبقى ان الاخر لما يقولك ان الكون نورمل مش هتعتبر ان في اه كوزاين سيتا او سين سيتا خلاص هيبقى طيب كذلك اللي بعده هو هو نفس الفكرة بيقول لي ان الافلاكس دي ناستي هتقل لو او بوينت فور يبقى البي برضو تغيرت يبقى هامي ليه هاخد الاريا برا اجيب التغير في البي اللي هي او بوينت فور مينس او بوينت سيكس على الطايم ونحسب عكي الخيتر اه الفيلد فانشز ان او بوينت وان يعني اي فانشز يعني بقى بزيرو هو اصلا كان بيكام كان بقى بوينت سيكس اهو فوقه في الاول بعد كده بقى صفر فبيضي نغير في البي نفس الكلام بقى ناجاتف ان ايه نفتح براكت نجيب التغير في البي اللي هو زيرو مينس هو بوينت سيكس على الطايم ونشوف بكام اخر اه جزئية كلمة تورنت باك تورنت باك يعني لف نص لفة عندك بعض الكلمات اللي لازم تماني تعرفها تحديدا في الافرج نص لفة اول كلمة طبعا كلمة كلمة او طبعا او طبعا دي كلها كلمات نفس المعنى ان هو لف نص لفة فهنا بيقولي ان الكويل يبقى لف نص لفة فانا مذكر العطول اللي النص لفة ياما فور ناب اف ياما اتنين ناب على تي يبقى انا قدامي كزا قانون اول قانون ان انت تتحل بالتعويض المباشر العطول اللي هو اتنين ناب على تي زي ما قدامك كده وهو اتعويض المباشر معي الان والاي والبي والطايم التاني نشتغل بايه بفور ناب اف الفور تنزل زي ما هي الان بمتين الاريا معانا مشكلتنا هيبقى في الفريقونسي طيب هو بيقولي ان هو عمل يعني الراجل لف نص لفة فو بوينت وان ساكند طيب نص لفة فو بوينت وان ساكند يبقى عملها في قد ايه اكيد فو بوينت وان ساكند مش محتاج صح طب اشمعنا جبت اللفة الكاملة عشان اللفة الكاملة دي اسمها ايه في الفيزيكس اه يبقى بوينت ايه مصدر بس انت عايز تكل الفريقونسي ما انا عارف ان الفريقونسي مقلوب فهامسك واكتب واحد على هيطلع لي كم طلع لي خمسة خلص يبقى اكتب هنا خمسة هيطلع معك طبعا نفس الانصر السؤال اللي بعده بيقول لي زي الاستيك كده بس من الراديس بتاعه معك بيبقى ان هو اه لوب هنا كده بنا معي الاريا الاولانية والراجل مشكورا بيديك الراديس خلاص طعم الكويل مش هتكلم ع السيتا البي قمتها بيقولي ان اللوب دوت واضح من الكلام ان الاريا ده غيرت كانت بقى القيمة اللي هي باي ار سكوير كان سيركل في الاول وبقى الشكل الغريب ده اللي قمته تلاتة مليميتر سكوير معك الاريا الجديدة يعني طيب فوقتها ايه في عايز من ايه عايز طيب ايه اللي تغير هنا اللي هي عندك اللي تغير هنا ايه الاريا يبقى احنا تعودنا من القانون والمفروض يعني اكتب دلتا اي بي كوزاين سيتا عالتايم انا بس بعملها تفصيل مملة من الاول طيب انا اسأل نفس ايه كده اول كوزاين سيتا دي خالص لانها كده خلاص كوزاين طيب اللي تغير الا ولا البي الاريا يبقى اطلع البي بره خالص يبقى اكتب ايه نيجاتف ان بي من اللي تغير الاريا اكتب اريا تو مينس اريا وان كل ده واكتبعك الفيتر ونشوف هيطلع هناك اه نمبر سري برضو سهل خالص ويديك الان وميديك الان ما بين الفاي والطايم اي جراف في المنحك تفرغ مع بعض اي جراف في المنحك اول حاجة تبص عليها قبل ما تقرأ السؤال اه هل الجراف هنا بكتوب اي تحويلات فيه مثلا فيه ميلي فيه اي تحويلة مفيش خلص تمام عشان ارجع ايه مغلطش وانا بحسب طيب اه يوم يديني الجراف بين الفاي والطايم عايز ليه مف في كل بريد من الثلاثة او في كل من الثلاثة من من البوينت نمبر ون لبوينت نمبر تو في الثلاثة الاوليني ده التغير الفاي عملها تزيد كانت زيرو لكن اتنين اربعة ستة فهي بتزيد هتلي كم والله الافرج نيجد في ان فاي تو مينس فاي ون ديفايدت كام ديفايدت الطايم هنا بس هلطة عباية عندك هنا في ان هنا في ان تمام طب الان مع هنا بامتين فاي تو بكام والله هنا كنت زيرو وبقيت ستة يبقى سيكس مينس زيرو على الطايم الطايم بكام من هنا لحد هنا دول كام دول سانيتين ديفايدت تو ونحسبها طيب تعالي نتكلم على السيجمنت التانية السيجمنت التانية اللي هي من فين لفين اللي هي من هنا لهنا الفاي كنت بستة وبقت ستة برضو زي ما ايه يعني كان نستن زي ما ايه يبقى اكيد من غير اصلا ما احسب ان ما فيش تغير في الماجمين بكفيلدي ما فيش كهرباء شويتنا في الفيديو المرة اللي فاتت انه ممكن تم حط الماجم من جوه الكويل او جنب الكويل او فوقي او تحت ايه من غير ما اتحرك كان اللم باكتش وتنور فاللي هي بقى اكيد زيرو لو عايز تحسبها هتبقى على الطايم الطايم هنا من كامل كامل من السانية رقم اتنين للسانية رقم تلاتة فالبيرهم سانية يبقى طبعا كنا معك زيرو فياخر التلات سمعيني لو في السيجمنت الاخيرة انا كنت واقف هنا يعني كنت وبقيت هنا اللي هو زيرو وابر لكن على الفاي عشان في الناس بتقريره ليس سيكس لا يا جماعة ده اكسز الطايم ده اكسز الطايم فالطايم هنا كان بيت تلاتة وهنا بقى 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 ستة انما الفاي هنا كان بقى 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 ستة طب هنا كان بقى 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 صفر ايش خلاص يبقى زيرو معنى سيكس على اه سري اللي هي سيكس بانا سريف الطايم. برضو طيب نتطعي الان ونشوف الانسرية تلكها. السؤال اللي بعده نمبر فور بيولي سلينويد نمبر اف ترنز دا الان. نين ترنز. وانون راديس معناش الراديس. الكويل سبجكتد لمجنيتك فيلد دا البي. او بوينت والف تسلا. الاكسو في سلينويد اس بارالتوز المجنيتك فيلد. طيب. هنا ننتبه محتاج يعني تتخيلها شوية. بصة زيدي. ادي ايرن رود. وادي السلينويد. بالعقل كده. فين الاكسو. الاكسو. بصة اللي يكونوا متفقين انه هو الخط الواهم اللي بيعدي هنا. ده اكسو السلينويد. طيب. انا عايز برضو يبقى باراليل الاكسو. هاتلي ماجنيتك فيلد بالله ازرق اهو. ما عدي هو كمان باراليل الاكسو. طب ازا كان الاكسو كده باراليل الماجنيتك فيلد. يبقى الكل الوضع ايه? الكل الوضع نورمل. انا مش متخيل لما استرى الصراحة. بصة زيدي. لما كان النورمل بتاع الكويل باراليل الفيل ده البي اهو. الاسود ده البي. والله احمر ده اللي هو النورمل اف كويل. اوكي? ادي الكويل اهو. بدل ما هو بس مدور سلينويد يعني دوير كده لانا عملاك مربع. تمام? الماجنيتك فيلد خارج من هنا او سوري الاكسو. نفترض انه هو ده الاكسو. نفترض ده الاكسو. الماجنيتك فيلد برضو داخل كده. فهو على الكويل ولا. بس في نفس الوقت مع مين? مع النورمل. يبقى لو حنتخيل نوسم بايدي. ده ده النورمل بتاع الكويل. ده نورمل الكويل. او الاكسو بتاعه. وايدي الماجنيتك فيلد جاي كده. هو القلم ده على ايدي. على الكويل. بس بارل مين? بارل للايه? للأكسو او بارل للنورمل بتاع الكويل. يعني برضو اللي عايز اوصله لك انه هو ضع الماكس. فبردو الكويل هنا بيربين ديكلار. زي فيلد. ما تنخذعش بكلمة ان الاكسو بتاع السلينوية بارل للايه? للفيلد. لأ. ده معنا برضو ان الكويل نورمل على الفيل. طيب الفيلد تزيد من زرو بوينت تولف لتولف. في وقتها الده في اليمف اللي توجدت طالب من حضرتك اول اريا. كل ده كلام بسيط. هتعود تعيون بشر القانون دلتا فا دلتا هتفك الفاي. فاي اريا ولا البي ولا السيتا. الكون النورمل فمش هكتب السيتا. طيب اللي اريد اضغيرت لأ زي ما هي. طيب والبي اضغيرت من من زرو بوينت تولف يبقى هكتب معايا الان اقول ايمف معايا الان معايا الاريا مش معايا هكتبها وبعد كده هكتب اريا توب ابي تو ماينس بي وان اللي هي تعمل تجيب الريديس. طيب السؤال اللي بعده برضو يهميني شوية. بيقولي عندك ريديس كويل ده كده الاريا. عارف ايه منها الاريا. number of turns كزا معايا الان سبجيكت لفيل ده بوان هندرد ففتي ده البي كان مية وخمسين تسلا وابتدى ايه? ينزل بالتدريق. وعمل الانديوس دي مف بناين فولت فتايم قد ايه? في توينتي سكند. عايز بتاعت البي اد زا اند اوف زا توينتي سكند. يعني هو فضل ايه من المية وخمسين في اخلال عشرين ثانية قد ايه لغاية موصل القيمة معينة. طب كام القيمة اللي هو وصل لها دي? يعني فضل ايه للحد كام? كنون عندي بيقول ايه? اليمف ايكوال ناجاتف ان. ال تغير البي يبقى هطلع علي الاريا برا. يبقى هكتبنا بي تو مينس بي ون. كل ده ده فيا دي التايم اللي هو كام? دلتا تي. نبدأ ان احنا نعوض اليمف بناين. الان في فيفتي. الاريا بقى 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 او بوينت وان باور تو. انا حولته من سنتيمتر للميتر. البي تو معرفهاش. ولكن البي وان مية وخمسين. والتايم عندك بكام بتوينتي وتعمل وتحسب بيتو. طيب انا ليه قلت ان السؤال ده يهمني? علشان في ناس مش هتكتب الناجاتف ده او مش هتاخده في الحسابات. فحيلاقي ان البي لو ما كانش كتبه. حيلاقي ان البي طلعت معاه. طب انا اراد زمتك. الرجل بيقول لك ان هو كان بمية وخمسين. بيقل كان مية وخمسين وعمالي ايه? يقل. فلا هنصرت لها معك ميتين وشوية. مش هتحس ان فيها غلط? فاخد بالك من المرور ده. الان معاك هنحولها. محطوط خلاص ده وضع الماكس بشكل مع السيتا. والبي معاك. الو بوينت فايف. الو بوينت فايف. طيب وكنا مذكرين انه لما يطلب مني او يطلب مني لازم ااكول. اي فولت باي فار. وفك الاي لكيو عدتيه. وفك الكيو لان في ايه. شابتر وان. طيب. تعال نشوف ايه اللي معانا ونشوف انا اشتغل بايه. مبدئيا كده هو طالب مني يبقى انت ملكش دعوة بالقانون ده ولا القانون ده. والله معايا الريزيستنس. معايا الاي. اه معايا الان. الناحية دي معايا والناحية دي معايا. والاريا والبي معايا. والفور والتو معايا. واضح ان احنا معناش الفريقونسي. الهي دي هنا. مش معاك. طيب هل ممكن احسبها? هل في طريقنا احسبها? لأ. مفيش. فعشان كده انا مش هشتغل بدا. امال هعملي بقى. هاكل الكلام ده. لو اتنين نبعد تيه. باني ايه قرعة تيه. علشان اعمل ايه? علشان اكانسل الطايم مع الطايم. لان الطايم اصلا مش معايا. فيبقى شكل القانون في النهاية. اتنين نب. اكوال ان في اي في ار. خلاص. معايا التو. معايا الان معايا الاي معايا البي معايا الاي. معايا انا عايز مين? عايز الان. ولازم الان برقم كبير جدا لان ده نمبر اوف هتعود تعويض مباشر. هتعمل وتحسبها. اخر سؤال هو بدون اتكرر. مفوش حاجة جيدة. بيقول لي ده الان كده خلاص ده الاريا. برضو محطوط كان مش هتكلم على السيتا. وقادي البي اربعة ميلي تسلا. عايز لما اتفقنا مع بعض كلمة يعني نصلاف. فهعوض على طول باتنين نابعة تي. اتنين ناب على تي. معايا التو والان والاي والبي. طيب هتعود تعويض مباشر. هيطلع اربعة ميلي فولد. طيب. بيقول لي انا هلف كوارتر سايكل في او بوينت تو. احنا عارفين ناب على تي على طول. طيب واحد هنا يقول لي يا مستر هو انت مش قلت من شوية ان النص لفة. والربع لفة بيكون اي كوال. اه. طيب هنا بقى اشماعة طلعت معاك اربعة ميلي فولت. وانا ترقى اتنين ميلي فولت. ما هو مش اي كوال اهو. طيب. خد بالك ان انا قلت لك انه لما يليف ربع لفة ولما يليف نص لفة. اه لما بعمل في الفاي بيعمل في الطايم. صح? انما هنا هو لف نص لفة. ولفة برضو ربع لفة في نفس. ازاي? كده ما عملش في الطايم. فالعنصر مش هطلع هو هو. طب انا عايز ازبتها لك بطريقة تانية اللي هي بقانون الناب اف. تعالا نحلها بقانون الناب اف. يلا. احنا عارفين ان هو فور ناب اف. طب الفريوينسي هتكون بكام? انا عملت النص لفة. في او بوينتو. يبقى اللفة كاملة فكام? في او بوينت فور. يبقى مفيريوديك بكام? ويبقى بكام? واحد على او بوينت تفور طيب واحد على او بوينت فور دي هي كام? واحد على او بوينت فور اللي هي اتنين ونص. دي كده الفريقوانسي. وارجع اعوض هنا. يبقى اربعة في في البي اللي هي اربعة ميلي. في الاف اللي هي اطلع لك كامل? اطلع لك فعلا اربعة ميلي فولت. طيب الكلام ده لما كنت انا نص لفة. ماشي. تعال بقى نشوف لو انا ربع لفة. وهلف الربع لفة فوق بوينتو. تعال هنشوف هيطلع لانا كامل. يلا هكتب بتاع ربع لفة. برضو فور ناب اف. الفورتين زي ما هي? الان بيمتين. الارية معك خمسة طايمتين. البي معك اربعة ميلي. ناويس لك الفريقوانس يا معلم. الراجل بيقول لك انا عملت الربع لفة. في او بوينتو. يبقى في قد ايه? ون في او بوينتو. ديفايدد الكوارتر هيطلع معك فور اوفر الفايف. يبقى كده الفريقوانس بكام? فايف اوفر الفور. بنشأ قلب لانا اللي انت بتجيبه ده اسمه البريريديك. بنقلبه بقى. فايف الفور دي اللي هي كام? واحد وربع. يبقى هكتب هنا واحد وربع. ونكتب كل الكلام ده على كالكليتر. هيطلع معك فعلا اتنين ميلي فولت. يبقى هنا ما تطلقوش ايكوال ليه? عشان هما في النهاية في نفس الطايم. لفة ربع لفة. في طايم تي. لفة نص الفة. في نفس طايم تي طبعا ده ما ينفعش. عشان كده مش هيطلع الاجابة ايكوال.